شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالوماداتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعينا إلى يوم الدين التوفيق لخدمة الدين ولخدمة المجتمع من أعظم التوفيقات التي يمتن الله تعالى بها على عباده الأفراد المقتدرون كثيرون ولكن الموفقين منهم قليلون ولو شكرتم الله تعالى طيلة حياتكم على هذه التوفيقات التي عنيتم بها فيما مضى وتعنون بها إن شاء الله تعالى فيما يأتي لكان ذلك قليلا في جنب هذه النعمة العظيمة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم لكم هذا التوفيق وأن لا يسلبه منكم بمحمد وآله الطاهرين كلمات ثلاث الكلمة الأولى المنظومات الثلاث هناك ثلاث منظومات ينبغي علينا جميعا الاهتمام بها في المجتمع المنظومة الأولى هي المنظومة العقائدية أو العقدية وهي أهمها المنظومة الثانية المنظومة الأحكامية المنظومة الثالثة المنظومة الأخلاقية هذه المنظومات الثلاث ينبغي علينا جميعا الاهتمام بها المنظومة الأولى المنظومة العقائدية العقيدة مهمة جدا لأنها تمثل القاعدة التي تبنى عليها جميع البنى الفوقية كلما كانت العقيدة أقوى وكلما كانت المعرفة أكثر البنى التي تبنى فوق هذه العقيدة تكون أقوى وأمتن فيما مضى قضية الاهتمام بالعقيدة كانت مهمة ولكن في هذا اليوم الإهتمام بالعقيدة أهم لماذا؟ لأنه فيما مضى المجموعات كانت منفصلة بعضها عن البعض الآخر في حدود ولكن في هذا اليوم هذا اليوم عهد تلاقي الأفكار والنظريات والمذاهب والمبادئ الشريط الذي ينشر واحد من العلماء كان يقول مثل الفكر مثل الماء إذا كان هناك ماء حول بناية هذا الماء يدور ويدور ويبحث عن نقطة حتى ينفذ منها إلى داخل هذه البنائية الفكر هكذا طبيعته وهذه طبيعته أفكار الآخرين تنتقل إلى أولادنا وأفكارنا تنتقل إلى الآخرين ولذلك من المهم جدا العمل على المنظومة العقائدية هداية للآخرين وحماية لأولادنا وأجيالنا هذه القضية قضية مهمة جدا وفي الواقع إذا يتم عمل جيد في هذا المجال نتمكن أن نهدي بإذن الله تعالى الملايين هذه المنظومة الأولى المنظومة العقائدية المنظومة الثانية المنظومة الأحكامية كثير من الأفراد حتى المتدينين يجهلون أحكام دينه حتى الأوليات منها يعني حتى قضايا الوضوء وحتى قضايا الطهارة يجهلونها في باب النكاح هناك بعض الأشياء توجب الحرمة الأبدية كثير من الأفراد لا يعرفون هذه الأشياء ويتورطون وبعد عشرين عام ثلاثين عام يعلم أن زوجته محرمة عليه أحد الشباب قبل فترة وهو شاب متدين محشور مع أهل الدين والعيل قال لي إني كنت أتوضع على هذا الناحو وذكر الناحو فماذا ترى في ذلك قلت بإجماع جميع العلماء هذا الوضوء باطل والصلوات التي كنت تؤديها فيما مضى كلها كانت باطل فيجب عليك إعادتها جميعا كثير من الأفراد لا يعلمون حتى أوليات دينه فينبغي علينا أن نحاول أن ننشر الفقح والتفقح في الدين بين أفراد المجتمع المنظومة الثالثة وهي منظومة مهمة أيضا المنظومة الأخلاقي الأخلاق الأخلاق لا بمعنى البشر والابتداء بالسلام وما أشبه ذلك وإنما الأخلاق بمعناه الأعم يعني السلوك في الحياة كيف يسلك الشريك مع شريكه كيف تتعامل المرأة مع زوجها كيف يتعامل الرجل مع زوجته هذه الأشياء يطلق عليها الأخلاق الأخلاق ضعفت جدا في حياتهم وترتب على ذلك مشكلات كثيرة قبل شهريا تقريبا توفيت إمرأة مؤمنة فذهبت إلى زوجها وهو من أقربائنا وسليتوه فالرجل كان يبكي كان يقول هذه المرأة لم تكن تطلب مني شيئا في حياتها اقتداءا بمولاتها الصديق الكبرى صلوات الله عليها اللي النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قال لها لا تطلبي من زوجك شيئا قال أي وقت كنت أعتي إلى البيت وأقول لزوجتي ماذا تريدون ما هو النقص الموجود في البيت لم تكن تقول شيئا أنا كنت ألاحظ ما هو النقص اللي في البيت وكنت أسد ذلك الناقص عدنا هكذا تعامل المرأة نقلت إلى كربلاء ودفنت بجوار سيد الشهداء صلوات الله عليه الشيخ محمد تقي قائد ثورة العشرين رحمة الله عليه ذكروا في أحواله أنه لم يكن يطلب من أحد شيئا لأنه هذه من علامات أهل الجنة أن لا يطلب من أحد شيئا حتى في أشد حالات المرض إذا كان مريض إذا كان مريض واقع في الفراش الرجل لا يكلف زوجته شيئاً أبداً حتى أنه تأتي بالماء والمرأة لا تكلف زوجها أبداً بأي شيئاً كذا كان آباؤنا وأجداد كلامي لأنه يطلب من أحد شيئاً لأنه يطلب من أحد شيئاً أنه يطلب من أحد شيئاً بشكل تصل وسيطلب من أحد سبيل فهو سيطلب Meltd mistress renarkabida رحمة الله أن pianging الرحمة الله الكلمة الثانية ملء الفراغات الشيطان يبحث عن المنفذ إلى المؤمن ومن أهم منافذ الشيطان الفراغ في حياة المؤمن نحن المتدينين ينبغي علينا أن نملأ الفراغات الاجتماعية الشاب عندما يفتح عينه في الصباح إلى الليل ماذا يعمل؟ هذا الشاب يعاني من فراغ المتدينون إذا ما ملأوا هذه الفراغات الشباب لا يحطمون الآخرة فقط وإنما يحطمون حتى الدنيا الشاب إذا ابتعد عن الدين هذا يدمر الدنيا والآخرة يدمر دنياه ويدمر الدنيا الآخرة حقيقة إذا أكو شاب غير متدين هل تأمنونه على أموالكم؟ تأمنوا؟ هل يؤمن على الأعراض؟ لا يؤمن الوالد رحمه الله كان يقول عندما كنا في كربلاء جئنا بمجموعة من البنائين يبناء شيء في البيت فلاحظت أنه عندما يريدون أن يذهبوا في نهاية العمل يأتون إلى كومة الجوص أو ما أشبه ذلك يقفون عندها قليلا ثم يذهبون فسألت مديرهم ليش يعملون هذا العمل؟ قال لأنه هؤلاء عندما يعملون ذرات من التراب تدخل في ثيابهم ذرات من الجوص أو ما أشبه ذلك وهذه الذرات ملك الآخرين فيأتون إليها وينفضونها المؤمن دقيق إلى هذا المقدار أنقل لكم صورتين متقابلتين حتى تعرفوا الشاب المتدين يعني ماذا؟ الصورة الأولى كنت في إحدى البلاد بلادنا في عاصمتها فالآخ الذي كان معي أشار إلى بناية وقال انظر إلى هذه البناية بناية في مرتفع قال هذه البناية لها قضية وهذه القضية أن هذه البناية يملكها الرجل ثري وعند أراضي كثيرة يمكن أراضي حوالي ثلاثمائة ألف متر وعنده ولد وحيد ما عنده غيره ابن وحيد هذا الابن يذهب إلى الطبيب طبيب العائلة ويقول له أنا أعطيك أربعين مليون ثمان أو خمسين مليون ثمان لقاء خدمة قال الطبيب وما هي هذه الخدمة؟ قال أن تقتل أبي لماذا حتى الأب يموت وهذه الأراضي والثروة تنتقل إلى هذا الولاد؟ الطبيب جاء إلى الأب ونقل له القضية فالأب تأثر وطرد الأب وحرمه من جميع الثروة بطريق قانونية هذا النموذج الأول النموذج الثاني كان عندنا طبيب في قوم هذا كان يأخذ راتبة كل شهر كان يعمل أجهة معينة في نهاية الشهر أو بداية الشهر كان يأخذ راتبة ويأتي ويضعه عند والده ويقول يا أبي هذا المال لك ملكك أتريد تأخذ كله إليك أخر الأب كان يأخذ مقدار منه ثم يعطي مقدار منه لولده الطبيب ابن يخطط لقتل أبيه وابن يعطي كل ماله لأبيه باعتبار أن هذا المال لوالده الحقيقة إحنا إذا ما اهتمين بأولادنا ببناتنا هؤلاء يشكلون خطرا على دنيانا وآخرتنا وعلى دنياهم وآخرتهم والقضايا في هذا المجال بالمئات لا مجال لذكره فمن الضروري أن نهتم جميعا لصنع برنامج متعدد الأبعاد يحتويهم من كل جانب البرنامج الثقافي جيد لكن الشاب لا يحيا بالثقافة فقط الشاب يحتاج إلى ثقافة يحتاج إلى نادي رياضي يحتاج إلى عمل يحتاج إلى زوجة يحتاج إلى بيت يحتاج إلى سفر ما يحتاجه الشاب المتدينون أمثالكم ينبغي أن يحاولوا أن يملأوا فراغ الشاب عندما يفتح عينه في الصباح إلى أن يغمض عينه في اللي هذه النقطة الثانية ملء الفراغات النقطة الثالثة الشاب يحتاج إلى الراديو إذا ما يكون راديو موجح يذهب إلى الراديوات المنحرفة الشاب يحتاج إلى تلفزيون الشاب يحتاج إلى قنوات فضائية الشاب يحتاج إلى فيلم الشاب يحتاج إلى كتاب الشاب يحتاج إلى كل شيء نحن ينبغي علينا أن نحاول أن نملأ هذه الفراغات بإذن الله تعالى هذه النقطة الثانية الكلمة الثالثة تحريض الآخرين إنتوا تعملون وهذه أعمالكم إن شاء الله مباركة والله يضاعف فيها ولكن نحن أمام تيارات عالمية لها قدرات ضخمة يعني الغرب تيار عالمي الوهابية تيار عالمي خطوط الإنحراف الأخلاقي والفكري تيارات عالمية ولها امتدادات في كل مكان وقدرات ضخمة جدا إحنا أعمالنا قطرات وهذه القطرات مباركة إن شاء الله ولكن ينبغي أن نحول هذه القطرات إلى شلالات والسيول كيف يكون ذلك؟ بأن نحرض المجتمع الله تعالى يقول مخاطب النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يا أيها النبي حرض المؤمنين تحريض أي واحد شفته صغيراً كبيراً رجلاً امرأة شيخاً شاباً حرضوا الوالد رحمه الله له كلمة يقول كل فرد مشروع كل واحد ينبغي أن يتحول إلى مشروع كامل حرضوا الأفراد هذه القضية نقلها أحد العلماء قال أنا عندما كنت طفل عمري ثمان أعوام مثلاً هالحدود تقريباً جئتوا إلى الوالد رحمه الله فالوالد قال لي أكتب ألف طفل عمري ثمان أعوام تشوقوا على التأليف نعم هذا الطفل مؤثر فقلت له ماذا أؤلف قال أكتب في القضايا الاجتماعية قضايا الاجتماعية يعني قضايا الزواج وقضايا العائلة وما أشبه فقلت له وما معنى القضايا الاجتماعية طفل فقال لي يعني كذا وكذا يقول هذه الكلمة أثرت فيه وحرضتني وشوقتني وأعطتني روحية هذا الرجل الآن أحد كبار المؤلفين في العالم ذلك التشويق أثرة أثرة وطفل من الأطفال أيضا كان طفل ذاك الوقت يقول في يوم من الأيام ركبته العربانة عربانة ربل تعرفون يعني شنو اللي تجرها الجياد مع الوالد لأن أخوه الأكبر كان مع الوالد فهو أيضا ركب فيقول الوالد قال له ما اسمك فقلتك فلان فقال لي هل تعلم أن هذا الاسم واحد من كبار علماءنا وهو فلان وإنت يجب أن تكون مثله يقول ذيش الكلمة أثرت فيي وحرضتني والآن هذا الطفل أحد كبار الخطباء في العالم تعبئة الطاقة انتوا تعملون كل شيء لكن حاولوا كل من رأيتموه أن تحرضوه هذا التحريض جدا مؤثر وثواب هذه الأعمال التي يقوم بها الطرف اللي حرضتوا تكتب في ديوان أعمالكم كما يكتب له الثواب أيضا المنظومات الثلاث أولا وملء الفراغات ثانيا وتحريض المجتمع وتعبئة الطاقات ثالثا إن شاء الله هذه الأعمال وهذه النشاطات وهذه الخدمات التي تقومون بها كلها مكتوبة عند الله وهي وسيلة من وسائل الشفاعة إن شاء الله لكم يوم لا ينفع مال ولا بنو وإن شاء الله الله تعالى يبارك في هذه النشاطات وينميها والعناء الذي تتحملونه إن شاء الله كله يذهب عندما تشاهدون نتائج أعمالكم المؤمن يشاهد نتائج أعماله مرتين مرة في الآخرة ومرة في هذه الدنيا ووجدوا ما عملوا حاضرا أصغر خدمة من هذه الخدمات إن شاء الله مكتوبة ومرضية ومقبولة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم لكم هذه التوفيقات وأن يزيد لكم هذه التوفيقات إحدى الأشياء الأخرى أن لا تخافوا من الاقتراض منهجية الاقتراض لأعمال الخير العام حفظه الله كان يقول أنا من أربعين عام ما أذكر أنه الليل نمت وأنا ممديوم لا تفكروا المال أولا والعمل ثانيا العمل أولا والمال ثانيا الله تعالى يقول يشير إلى هذه المعادلة كما يبدو يقول وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه يعني أن الإنفاق أولا وإخلاف الله تعالى ثانيا كثير من علماء نماتوا وهم مديونون سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه استشهد في كربلاء وهو مديون وتكفل ديونه الإمام زين العابدين صلوات الله عليه على ما في بالي الإمام كان مديون بحوالي سبعين ألف دينار ذهب دينار الذهب يعني مثقال ذهب يعني كمية ضخمة جدا فواحد يجب عليه أن لا يخاف من الاقتراض جاء رجلا إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وطلب منه مالا النبي ما كان عنده شيء في ذاك الوقت فعلى ما في بالي مضمون الرواية لعله بهذا النحو النبي اقترض وأعطاه فقال الثاني للنبي صلى الله عليه وآله إن الله لم يكلفك ما لا تقدر عليه فبانى الامتعاض على وجه النبي صلى الله عليه وآله من هذه الكلام رجل آخر توجه إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وقال له أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا الله تعالى الله تعالى يخلف ويعطي أنفق ولا تخشى فإنتوا إن شاء الله لا تخشوا من الاقتراض اقترضوا لأعمال الخير والله سبحانه وتعالى يخلف عليكم شكر الله لكم هذه الجهود وبارك فيها وأيدكم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي ترجمة نانسي قنقر